بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وابناتي تلميذ الصف الخامس ابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدرسات الاجتماعية هندرس مع بعض الدرس الثالث وهو بعنوان التواصل الاقتصادي بين مصر والعالم طبعا عشان ندرس التواصل الاقتصادي لازم هندرس الزراعة والصناعة والتجارة في مصر قديما كمان لازم ندرس التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم قديما ثم بعد ذلك حديثا طبعا بدأت العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم منذ القدم يعني من زمان خالص طيب في كام قرة في السلاس قرات اللي هي ايه القديمة اللي هي دول قرة اسيا ودول قرة افريقيا ودول قرة اوروبا هناخد امثلة ونماذج على هذا الكلام طبعا دول اسيا اللي هي كان لها علاقات تجارية مع بلاد فينيتيا طب مين هم يا أستاذ بلاد فينيتيا اللي هي لبنان وسوريا حاليا طب بالنسبة لدول افريقيا طبعا بلاد النوبة اللي هي شمال السودان على طول تمام وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا وكمان ايه وليبيا ياريت نركز في الحاجات دي عشان ايه هنحتاجها في حل الاسئلة يبقى اذا انا عند دول كانت لها علاقات تجارية او علاقات اقتصادية وتجارية قديما مع دول اسيا اللي هي بلاد ايه وتتمثل في بلاد فينيتيا اللي هي لبنان وسوريا طب افريقيا بلاد النوبة وكمان بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا وكمان مين وليبيا كمان فيه ليها علاقات تجارية مع دول اوروبا زي مين زي بلاد الاغريق اللي هي اليونان يبقى اذا تلت قرات بايه فيهم بعض الدول كان ليها علاقات تجارية مع مين مع مصر قديما ندلس مع بعض اللي هي شمال السودان وليبيا يبقى النوبة وإيه وليبيا طب عمل ايه الملك سنيفرو أرسل الملك سنفرو بعساية تجارية محملة بالحبوب والكتان والعسل إلى النوبة وليبيا وعادت محملة بالماشية زي ما احنا شايفين دي الماشية اللي هي الأبقار والجموس يبقى إذن الملك سنفرو أرسل بعساية تجارية محملة بالحبوب والكتان والعسل إلى النوبة وليبيا طيب وهي راجعة راجعت معهم إيه؟ معهم الماشية طيب بلاد فنيقيا اللي احنا قلناها من شوية اللي هي لبنان وسوريا حاليا أرسل الملك سنفر قسطولا بحريا بيضم كام 40 سفينة لإحضار خشب الأرز ده بيستخدم في صناعة السفن والأساس ده بالنسبة لعصر الدولة القديمة طيب هندرس مع بعض العلاقات التجارية في عصر الدولة الوسطى زاد النشاط التجاري بين مصر وجيرانها وخاصة بعد حفر قناة سيزوستريس طبعا سيزوستريس دي كانت بتربط النيل بالبحر ايه؟ بالبحر الأحمر طبعا الكلام دوت في عهد الملك مين في عهد الملك سنوسيرت السالس في عصر الدولة الحديثة العلاقات التجارية استمرت بين مصر ودول العالم أرسلت الملكة حد شبسوت ده احنا بنقول في عصر الدولة الحديثة الملكة مين؟ حد شبسوت رحلاتها التجارية المكونة من خمس سفن كم سفينة؟ خمس سفن كبيرة إلى بلاد بونت إلى بلاد مين؟ بونت طبعا اللي هي الصومار حاليا لجلب العاج والأخشاب والبخور والعطور والحيوانات النادرة وإيه؟ والطيور طيب هندرس في نهاية عصر الدولة الحديثة اللي هو العصر المتأخر ازدهرت العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الأغريق اللي هي مين؟ اللي هي بلاد اليونان أسس ملوك الأسرة الكام الستة وعشرين مدينة نقراطيس دي بالقرب من إيتي البرود محافظة البحيرة حاليا ليه؟ للتجارة والرعاية اليونانيين يبدو له كده أسسوا هذه المدينة بالقرب من إيتي البرود ليه؟ للتجار والرعاية اليونانيين وأصبحت مركز تجاريا وصناعيا وانتشرت بها صناعة الخزف وقام الملك نخاو الثاني الملك مين؟ نخاو الثاني برحلة استكشافية حول أفريقيا يبقى الملك نخاو قام برحلة استكشافية حول أفريقيا ودي طبعا استغرقت حوالي ثلاث سنوات بمساعدة البحارة ألفين طيين ورحلة طبعا دي لفت حول إيه؟ حول القرى زي ما احنا شايفين لفت حول إيه؟ القرى السبب طبعا اكتشاف طريق تجاري جديد يمر بإيه؟ بأغلب الشاطئ الغربية الأفريقية هندرس العلاقات التجارية في عصر البطالمة في عصر مين؟ البطالمة طبعا اهتم البطالمة في بداية حكمهم لمصر بزيادة النشاط التجاري عملوا إيه؟ أنشأوا عديد من المواني على ساحل البحرين البحر الأحمر والبحر المتعصد طبعا ايه تانيه؟ صدروا إلى دول إفريقية المحاصيلة الزراعية والمصنوعات المصرية كمان عملوا إيه؟ استوردوا المعادن والفيلة زي ما احنا شايفين في الصورة هون اللي استخدموها في تسليح الجيش المصري احنا كده درسنا التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم قديما هندرس التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم حديثا ايه اللي بيحصل؟ اولا المنظمات الاقتصادية لازم ناخد فكرة عنها دعم المصر على دعم التواصل الاقتصادي مع دول العالم في العصر الحديث من خلال المشاركة في العديد من المنظمات الاقتصادية طب المنظمات الاقتصادية زي ايه؟ زي منظمة التجارة العالمية والكوميسة اللي هي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا طب إيه الهدف؟ الهدف طبعا أول حاجة تطوير الأنشطة الاقتصادية كمان زيادة زيادة الانتاج أولا علاقات مصر بإفريقيا أو إفريقيا طبعا مصر كانت حريصة خلال تاريخها الطويل على توطيض علاقتها الاقتصادية بدول قرتنا إيه؟ قرتنا الإفريقية امتدت العلاقات للعصر الحديث حيث أقاموا أو أقامت مصر الكثير من المشروعات التنموية في العديد من دول القر زي إيه المشروعات التنموية؟ زي مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتعصد عن طريق نهر النيل بهدف إيه؟ توصيل البضائع الأفريقية عبر نهر النيل إلى البحر المتعصد ومنه إلى الدول الأوروبية إيه تاني؟ المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا نلاحظ حاجة تسع مصر دائما إلى مساندة الدول الأخرى وقت الأزمات اختبر نفسك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد أو ألف نجحت مصر في إقامة العديد من علاقات التواصل الاتصادي مع دول العالم القديم أقول للعبارة الصحيحة رقم اثنين تشترك مصر في العديد من المنظمات الاقتصادية مثل الكوميسا حاجة إيه صح تمام والاتحاد الأوروبي لا الاتحاد الأوروبي لا رقم جيم أرسل الملك نخاو الثاني رحلة استكشافية للدوران حول آسيا آسيا خطأ والمفروض أرسل رحلة استكشافية للدوران حول أفريقيا رقم دال أرسلت الملك حاتش بسود رحلة تجارية إلى بلاد بونت العبارة صحيحة أرسل الملك سنفرو الرحلات التجارية إلى النوبة وليبيا وفي ميقيا أقول العبارة إيه صحيحة السؤال رقم اثنين بما تفسر إصدار النشاط التجاري المصري في عصر الدولة الوسطى إيه السبب؟ طبعا بسبب حفر قناة سيزو ستريس في عهد الملك سنسرت الثالث وهي التي تربط بين البحر الأحمر ونهر النيل السؤال رقم ثلاثة دلل اهتم البطالمة بزيادة النشاط التجاري في مصر قديما عايز دليل على أن البطالمة كانوا بيهتموا بزيادة النشاط التجاري في مصر قديما أولا أنشأوا عديد من الموانئ على سواحر البحر الأحمر والبحر المتوسط رقم اثنين صدروا إلى دول إفريقيا المحاصيل الزراعية والمصنوعات المصرية حاجة تالتة استوردوا المعادن والفعلة اللي استخدموها في تسليح الجيش المصري دي طبعا أدلة على اهتمام البطالمة بزيادة النشاط التجاري في مصر قديما بكده حبيبي ننتهي من شرح الدرس الثالث التواصل الاقتصادي بين مصر والعالم بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر